مرحبا اليوم سأوضح لكم كيفية جدولة وتوزيع تقارير بلتس ريبورتس للقيام بجدولتها سنقوم أولا بتشغيل التقرير من نموذج تقارير بلتس ريبورتس لذلك نفتح نموذج تقارير بلتس ريبورتس على سبيل المثال هنا تقرير جيل بالانس لا ننسون بتشغيله مرة واحدة لاني باسكي انتشو الحالة هنا قايد الانتظار أو قايد التنفيذ اللي باسنتيه سيظهر ملف النتيجة لذلك يتم تشغيل كل تقرير كطلب خلفية لذلك نجدوله مناسب عن نعرف انه قد تم تشغيله مرة واحدة نرابيه لعرض الطلبات من هنا ما سنقوم بتشغيله من هنا نعيد تشغيل الطلب وهنا عندنا طلب الكون كونت يمكننا إما نس هوس ويسيد تشغيله والسبب في إعادة تشغيله ومن هنا بعد تقديمه من نموذج بلتس ريبورتس هو ان المعايير تكون في المواقع الصحيحة لذلك تقوم جميع تقارير بلتس ريبورتس بالعمل تحت اسم برنامج كونت المسمى بلتس ريبورت والمعايير الأول هو اسم التقرير والمعايير الثاني هو القالب وهكذا والمعايير الفعلية للتقرير تكون هنا في الأسفل والسنت على شاشة أوراكل تسمى باس برامتر واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة وهيكس ذلك ما شعرف ان البرامتر الخامس في هذه الحالة هو اسم السجل او ان البرامتر الثامن هو اسم الفترة وهيكس لذلك السبب يجب ان تقوم أولا بتشغيله من نموذج بلتس ريبورت تسمى تقوم بنسخه تعم في السببات ذلك ممكنك دولتها حسب الحاجة على أساس دوري وممكنها مرصني على سيلة المثال زيادة معلمات التاريخ ويساعدة بعمل عط لو كان عندك معلمة التاريخ في بلتس ريبورت فيتم زيادتها تلقائيا إذا سمت بتعيين هالخيار بس ان السبب انك قد تقوم بجدولة تقرير بلتس عادة هو رغبتك في ارسال المخرجات تلقائيا إلى مكان ما لذا في هذه الحالة يمكننا تحديد خيار التوصيل هنا لذلك يمكننا تحديد بريد الكتروني ويمكننا ارساله عن طريق بروتوكول نقل الملفات إلى خادم محدد او يمكننا استخدام رسالة ارسال ويب ديف الخاصة بالسحابة بس الاكثر شعبية هو البريد الالكتروني وده السبب والتسهيل الامر على المستهدمين وانه ليس البريد الالكتروني على شاشة الخيارات من كد الوصول إلى شاشة الخيارات مباشرة من نموذج البلتس ريبورت هنا عند النقر على هذه المنطقة الرمادية يفتح نافذة صغيرة كهذه ومن هنا يمكنك اختيار بريد الكتروني يمكنك إما استخدام المحرر لفتح بريد الكتروني إذا سيدخل بريد الكتروني يمكنك استخدام الفاصلة المنقوطة أو الفاصلة للفصل أو قائمة توزيع مفصولة بتغذية السطر ما تشويش لأكثر من بريد الكتروني أو يمكنك اختيار بريد الكتروني من قائمة القيام إذا شخلنا نختار بريدي الالكتروني ثم يمكننا إرساله بهاي الطريقة هل شني أرسله الآن بس هنالك إذا نسينا على الطلب مرة أخرى تشوفي له عرض الطلبات بمجد أنت يسيد تعبي البريد الالكتروني في شاشة تقرير بلتس هنا في الطفول يسيد أن خيار تسليم للبريد الالكتروني قد سامي استعبئته هكذا يقوم بلتس ريبورت بإرسال رسائل البريد الالكتروني فهو يملأ تلقائيا خيارات التسليم هنا من أوراكل ثم يقوم مدير معالجة مبعد المعالج القياسي من أوراكل بإرسال البريد الالكتروني وايد سيما تشوفون عندنا خان الموضوع عندنا أيضا موضوع افتراضي هو يستخدم عناصر نائبة لأس بشكل ديناميكي على سبيل المثال في موضوع البريد الالكتروني يعرض عدد الصفوف اللي تم إرجاعها وممكنك أيضا إنشاء موضوع البريد الالكتروني الخاص بك وتعديله حسب الحاجة تاني أريك مثالا على البريد الالكتروني هذا كان مثال اسم تشوفينا هذه هي النتيجة هذا هو الموضوع انه بيهر اسم التقرير عدد السجلات المسترجعة وهكذا ملف للناج هو نفسه ما بيكون نقشه على سي الخادم ما اخناه بسي دا تعمل طريقة إرسال البريد الالكتروني طيك شاب الإضافة إلى البريد الالكتروني يعود إلى نموزج بلتس ريبورت عندنا المزيد من الخيارات على الشاشة سيخوينا نزيل البريد الالكتروني عندنا هنا على سبيل المثال تنسيق الإخراج عندنا إمكانية تغيير التنسيق من إكسل إلى تنسيق نصي مفصول إما CSP أو TSP أو يمكنك أيضا تحديد تنسيق مخصص سورة شريكوس عادة ما تكون هذه التنسيقات النصية مطلوبة إذا من تسرب استخدام بلتس ريبورت كواجهة خارجية ويتطلب نظام الوجهة تنسيق نصي بدلا من إكسل لذا يمكنك استخدام هذا أو يمكنك أيضا استخدام عملية معالجة مخصصة وعملية المعالجة المخصصة هذه توفر كثير من المرونة لأنه يمكنك إنشاء أو يمكن لفريقك التقني إنشاء سكريبتشيل بيصبح عمليات معالجة لاحقة معينة عندنا عميل على سبيل المثال اللي يوم بتولي ملفاء الإخراج بعد الانتهاء تلقائيا إلى ملف PDF ثم يضعه على خادم ويب مختلف خارج EBS بحيث يمكن للمستخدمين اللي يصلون إلى هذا الخادم الويب تنزيل ملفات PDF من هناك تلقائيا دون الحاجة إلى المرور عبر العملية بيكملها يمكن القيام بزيل الأمور الدونة فونت هي مثال بيوم بسطة ملفات الإخراج من إكسل إلى ملفات PDF للأمور ممكن القيام فيها هنا على بانس وبالإضافة إلى ذلك وبالآن يتم فتح مثال PDF بالإضافة إلى ذلك في الأسفل هنا تجد المزيد من الخيارات وآخر ثلاثة خيارات هنا فهي غير مرئية للمستخدمين هي مرئية فقط لسندل لينشيندوهم وصول المطور لأنه مع هذه الخيارات الثلاثة يمكنك رأسة نسخة من ملف الإخراج في دليل خادم إضافي إما على عقدة قاعدة البيانات هنا حيث يمكنك اختيار دليل خادم أو على خدمة التطبيقات زاداني سأريكم نفترض أنه نرغب في وضع ملف الإخراج الإضافي تلقائيا في المجلد مؤقت ومسنا السينس أيضا بأنه خالي اسم المجلد ديناميكي نعتماد على المعلمات اللي استخدمناها ودم رائع لأنه كنا تلقائيا على سبيل المثال وفقا للمعلمات اللي استخدمناها في التقرير يمكننا إنشاء دليل نفترض أنه نود أنه يكون عندنا دليل منفصل يضمين اسم الدفتر في مسار الدليل وأيضا الفترة المالية هنا عندما نقوم بتشغيله بهذه الطريقة نقوم أولا بتشغيله لشهر يناير ودعنا نشغله مرة أخرى لشهر فبراير الثامن أيضا ذو أنه دانسيو بتسيسيس مرتين نتوقع عشان شنكو عندنا مجلد تم إنشاؤه على الخادم ثم سلاش تم ثم اسم دفتر الحسابات ثم اسم الفترة لذا كلايني أوضح لكم ذلك هنا هذه هي الأداة للوصول بالنسبة لخادم التطبيق XACD هنا عندنا المجلد TMP وانه هنا الآن عندنا مجلد تم إنشاؤه يسمى Vision Operations وهو اسم دفتر الأستاذ هنا عندنا فتراتنا المالية وهذا أمر لطيف فيسين لأنه بهاي الطريقة يمكنك جدولة على سبيل المثال في نهاية الشهر يمكنك جدولة قائمة من الطلبات المتزامنة أو قائمة من تقارير بليتس ثم تلقائيا وضع جميع الملفات المطلوبة في مجلد مدسلان سيتمونسل الفترة المالية كاسم المجلد ويمكنك أيضا استخدام تقارير بليتس في مجموعة طلبات بحيث يمكنك تشغيلها جميعا في نفس الوقت في مجموعة طلبات واحدة فقط لذا يمكن إنجاز كل هاي الأشياء سعنا نسكن دا سيديش السريان دا عملية القدولة مكسيم في تقارير بلتس ثقرنا بصفات ثقرنا بعملية موسيقى